بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أب القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ونتبعهم بإحسان إلى خيام يوم الدين الحكمة التي تفضلت وذكرت أنها طالة المؤمن هي نعمة إلهية وقد تحدثنا فيما مضى عن النعم والحكمة من أبرز النعم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والتي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونا ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعلكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم هذه الحكمة التي وردت في هذه الآية وفي غيرها من الآيات والتي هي خير كثير تشير أو يرشدنا الله سبحانه وتعالى لنتأمل في موضوع العطاء مثلا أن الشيطان يقول للإنسان لا تعطي إذا أعطيت تصبح فقيرا ويسميها بالفحشاء البخل والمنع بينما يقول للمؤمن أن هذا العطاء سيعوض عليك فيبادر المؤمن ثم يتحدث عن الحكمة فالحكمة هي التدبر في الأشياء وأخذ العبر منها والسعي للسلوب الصائب والمتقن والمستقيم الذي يرفع من قدر الإنسان لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ضعثة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله صدق الله لقد بعث الله سبحانه وتعالى نبيه إلى أمة تعاني من الجهل تعاني من الخرافات جاهلية تعاني من العبودية للأصنام ليس عندها قانون ليس عندها قيم يعني هي تعيش في واقع مؤسف فبعث الله محمدا بالتزكية وهي تطهير تلك النفوس مما علق فيها وبالحكمة وهي العلم والمعرفة والتي سرعان ما تلقفها العرب وأصبحوا أمة العلم تفوقوا على كثير من الأمم وكلمة الحكيم عندما تطلق وهي اسم من أسماء الله حسنة الله سبحانه وتعالى حاكم خلق الخلق وأمرهم إطاعته يقول جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر نعم تبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى هو حاكم هذا العالم خلقه ويجب أن يطاع فيه فهو حكيم حاكم وأيضا هو حكيم لأنه أتقن صنع هذا العالم ووضع له كل شيء في موضعه فخلق السماوات وخلق الأرض وخلق القوانين والسنن للدلالة على إتقانه لهذا الخلق وإبداعه له يعني الله حكيم فيما يقدر لعباده يعطيهم وهو يعرف أن عطاءه نافع لهم ويمنع عنهم وهو يعرف أن هذا المعنى أيضا لمصلحتهم أيضا فهو فيما يقدر لهم حكيم نعم فالحكمة تشمل كل ما في هذا الوجود وضع كل شيء في نصابه الحقيقي وفي موضعه ترجمة نانسي قنقر